هنبتدي بالزمالك ونروح على غرفة لبس الزمالك ونقول إيه الأخطاء وإيه الإيجابيات والسلبيات اللي كانت موجودة اللي أنا عايز أقوله النهاردة ضربة البداية بتبتدي دايماً لو عايز تكسب أو عايز تنجح من قط اللبس يعني إيه؟ يعني المدير الفني بيخلق دوافع بينزل فرقته هادية بيخلي فرقته عندها ثقة في نفسها كبيرة جداً وأنا من وجهة نظري وبقول الكلام دا دايماً إن لو أنت كمدير فني مش هتعرف تلعب الدور دا مش عايب أبداً يبقى فيه دكتور نفساني ليه؟ عشان اللي تابع المباراة دايماً نادي الأهلي والزمالك هتلاقي اللي فيه أول ربع ساعة بيبقى لعبتنا الزمالك متوترة فيه خوف ميز باس كتير دا معناها اللعب مش مهيئ نفسياً اللي عايز يكسب زي ما قلتلكم من ضربة البداية بتبقى في قودة اللبس التحفيز الروح الإصرار بتاع الفوز أو حافز الفوز خلق الدافع الأمور النفسية الأمور الفنية دا كله شغل مدرب لكن لو إحنا بنؤمن بالتخصص ومش قادر أعمل الجانب النفسي لا أجيب دكتور نفسي ويتكلم مع لعبتي وإزاي يخلق دوافع وإزاي ينزل اللعبة مرتاحة فيه مش عيب أبداً مش عيب أبداً لازم نتعامل بالعلم لازم نتعامل بالعلم لأن دا من السلبيات اللي ابتدى بيها نادي الزمالك المباراة لما نتكلم من نهاردة ضربة البداية مع نادي الزمالك أول ديقتين اتنقل الكرة عادي الكرة الجماعية اللي ما عودنا عليها نادي الزمالك لكن لما نرجع للأسابيع الأولى وضربة البداية النادي الزمالك سواء في أفريقيا أو في الدوري العام فيه جماعية فيه استخلاص للكرة فيه أمور كتير جداً كويسة النهاردة على العكس أمام النادي الأهلي ما شفناش الكلام ده دي حقيقة دي حقيقة فواحد واحد كان فيه توتر عند اللعيبة كان فيه خوف كان فيه إصرار على لعبة دايماً هقولها دلوقتي وكل اللي اتفرج على المباراة أعتقد اللي احنا بنتكلم كرة يعني ايه بنتكلم كرة يعني مثلاً أمام التلاقع كان طرق حامد يمسك الكرة يمرر اللي بنشرقي كرات طويلة في العمق أو لزيزو فالأهلي في المعسكر بيتفرج الإصرار اللي أنا لعب اللعبة دي فوقف أكرم توفيق ووقف النحية التانية علي معلول فلازم أغير لازم أبقى فيه جمل متفق عليها كمان الروح ما شفتش الروح ضربة البداية مش موجودة خالص بدليل اللي أول نص ساعة بتلات أهداف اللي انت أي حد يحبط أي حد يقع نفسياً طب ما هو الشوت التاني حصل أداء مغاير ده معناها ايه معناها اللي في قط اللبس اللي احنا بنقوله لكم ده الصح لو أنا مهيئ فرقتي نفسياً وفرقتي نزلة بروح قوية لا حقدر وقدر بأند قوي جداً خصوة اللي عندي من الإمكانيات وعندي العيبة عندها إمكانيات فيه أكتر من كورة وبابا بيمسك الكورة ثم عمر وهو بيتحرك تيجي في دهر فيه شربت التوتر يخليك مش شايف زميلك الخوف يخليك ممكن يبقى ثلاثة أربع عيبة حواليك وانت مش شايفهم عشان قال الآن هتقول لي فيه لعيبة في نادي الزمالك بيه لابس شيرت نادي الزمالك وبقى الآن أيوة فيه لعيبة في منشستر تبقى الآن منشستر نهار أمام ليفربول وما قدرش يرجع لأن المباراة هربت منه خلاصه معا مين وما معا كريستيان وما أدركا معا كريستيان يعني نكلم فحد مختلف في كل حاجة مقدروش يرجعوا كفريق فالزمالك ممكن فجأة ينهار أكتر من كده كمان لو لا التعديلات والتعديلات جات إمتى لما دخلت غرفة اللبس أكيد هدت فرقتك وأكيد علقت الأخطاء وأكيد اتكلمت في الأخطاء لكن كمان لما اجا اتكلم على مستوى الدفاع لما نبص الهدف التاني حتى ضربة الجزاء فيش لعيب يروح هو هادي بيعمل ضربة التهور ده خلاص اللعيب مديك دهره وبتكلم هنا على حمزة المسلوسي اللعيب مديك دهره أنا لو سيبته ما هو قدامي هيعمل ليه بدهره ليه التهور رح عامل ضربة الجزاء حتى الهدف الأولان آه فيه تكتل من لعبي نادي الزمالك فيها نسبة حظ شودة ديانج لكن آسف أبو جبل كان واخد خطوات لقدام عشان كده الكرة لما تلعت عالية وخبطت في مدفعي نادي الزمالك وتلعت عالية لو هو متمركز لورا خطوتين كان طلع الكرة بمنتهى السهولة لكن لما خبطت في العرضة وراجع خبطت فيه عشان واقف غلط واقف غلط لما نتكلم كمان على الهدف التالت اللي جابوا النادي الأهلي وخصى الهدف محمد شريف أخطاء غريبة جدا من قبلها عدم ثقة في البصم المسلوسي ثم عدم ثقة من البصم اللي مع حمود على وتترد الكرة وتروح معمولة كروس عشرة على عشرة من عمر الصلية لمحمد شريف بيحطها في العكسية صعبة جدا على حرس المرب فالنادي الزمالك دفع فطورة ضربة البداية عدم التهيئة النفسية ثلاثة الأخطاء المتكررة والميز باس الكتير وفي المبارات الكبيرة ماينفعش يحصل ميز باس في البداية بالشكل ده وماينفعش يبقى فيه توطر بالشكل ده قودة لبس نادي الزمالك ما كانتش متجهزة كويس عشان كده المبارات اللي جاية ان شاء الله اكيد بنتمنى التوفيق اللي نادي الزمالك